يبحث عن التقدم يبحث عن ضربة أولى في المباراة الزعيم يبحث عن الضربات في كل الانتجاهات الزعيم يضرب في كل الانتجاهات نعم يا سفيان الزعيم يقاتل في كل جمهات يا سفيان الزعيم لا يحرف سوى الانتصارات يا زعيم يا زعيم من الذي تريد من هذا الموسم يقاتل مباراة في أولها ضربة مبكرة ضربة مبكرة من علامة الجساب ثربة مبكرة من علامة الجزاء يتقدم فيها سفيان من ضربة الأولى يسجل سفيان خامس أدافة خامس أدافة في هذا الموسم من علامة الجزاء يضع الكرة يضع حارس المرمى علي الحسن في جهة وخذها في جهة وردها إن استطعت إلي يا علي الحسن هكذا يقول سفيان رحيم يتقدم من سعيم الذي يبدأ بالضرب اللي مرت في تاريخ العين كرت اللعب سفيان هرب سفيان خطيرة ممكن جول الله رحيمي إن كان موجودا لا تطمئنها لا تطمئنها لوجودها يا علي الحسني يسجل الهدف الثالث للعين يسجل الضربة الثالثة للعين هدف ثالث للعين عن طريق سفيان رحيمي عن طريق رحيمي يضع الكرة في المربى محرزا الهدف الثالث والهدف الثالث لا شخصيا في هذه المباراة والهدف الثالث لا في مسيرة مع نادي العين في هذا الموسم شوف اللقطة شوف اللمسة وصلت من عمر الزيني بلمسة عمر الزيني أخطى عبدالله صالح خرب في اللقطة الماضية سفيان رحيمي سفيان رحيمي يسجل الهدف الثالث بتسديد قوية سكنت الشباب يتقدم العين بالهدف الثالث ويعمق شراحات البرتقالي يعمق شراحات أكثر سفيان رحيمي يضع البصمة في مرمى فريق نادي العين ويرفع عبدالعزيز بحاول مر لكن سرعان ما يخسر الكرة الكرة إلى الأمام في مكان خطيرة سفيان ممكن جول الله الجلات الجلات سفيان يضع الكرة في المربى يسجل لكن هنا راية هنا راية 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 وتسلل راية وتسلل يعلن عنها المساعد الأول لحكم المباراة السيد قيس الخديم يعلن عن وجود راية وتسلل لسفيان رحيمي لكن جلات شوف الكرباج اللي كان من سفيان رحيمي شوف كيف لم يرحم فيه المرمى سدتها قوية في مرمى علي الحنساني هل كان في موقف تسلل من هذه اللغة الصعبة نكتحكم إذا كانت وضعية التسلل حاضرة من عدمها ولكن سفيان شوف التسديد قوية قوية جدا لا يمكن التسديدها وبالتالي الهدف الرابع الهدف الرابع بيلغى بداع التسلل هدف نعم سفيان سفيان يسجل الرابع سفيان يسجل الهاترك سفيان وهاترك يسجل في هذه المباراة الله الله يا زعيم الزعيم يضرب في الصميم سفيان يسجل الهدف الثالث لا شخصياً والهاترك في هذه المباراة العلامة كانت فارقة مع الزعيم ياسفيان آداء جميل وكرباء جميل وتزديد من أقوى التزديدات التي أراها ترجمة نانسي قنقر